تتوصل جهود فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية في توفير فرق متحركة وذلك للوصول إلى كل الفئات المستهدفة للتطعيم ضد فاروس كورونا هذا وتدعو الهيئة العامة للرعاية الصحية جميع المواطنين للحصول على اللقاح حيث يعد حائط الصد الأول لتقليل فرص الإصابة بالعدوى مبادرة اللقاح أمانك لبكرة تابع الهيئة الرعاية الصحية إسماعيلية النهاردة بتستهدف المواطنين في مركز ومدينة الأصاصين جميع المواطنين في جميع الكرة النهاردة احنا نزلين ب12 فريق بالجانب الدور التوعوي والإعلامي لفريق هيئة الرعاية استهدفنا جميع المواطنين التطعيم بالمجان الفيروس كورونا النهاردة احنا نزلين حطارك منزلي للمواطنين أسبوع اللي فات كنا نزلنا مركز ومدينة فايد 28 فريق النهاردة احنا نزلين ب12 فريق في الأصاصين والفرق مستمرة للتطعيم المواطنين بالمجان